أنت تكلمت أن الشعور بالوحدة، إيش كمان ممكن بمر في العابر؟ في بالغربة، شعور بالغربة، أنه هو مش منتمي بيحس أنه هو غريب في وسط مجتمع جديد وده بقى ينقلنا لتحديات الدخلية، اللي هي تحديات اللي بيواجهها العابر جوه الكنيسة أنه هو بيدخل جوه الكنيسة بيحس أنه هو عامل زي ما يكون مثلاً واحد صيني حطوه مثلاً في جوه الشرق الأوسط، فهو حاسس أنه هو الوحيد من نوعه ودايماً أي واحد عابر بيحس كأنه هو أول واحد عرف المسيح وأنا الوحيد اللي في الدنيا اللي غيرت من الإسلام للمسيحية إلى أن يفاجأ بكم رهيب من العابرين دلوقتي ويلاقي مجموعات كثيرة جداً وناس خدام أو زماء نشكر ربنا من أجلهم وناس بيدفعوا عن الإيمان المسيحي وبيعملوا دفاعيات وحاجات زي كده فوضعوا جوه الكنيسة إحساس بالغربة اللغة اللي بيسمحها مش متعود عليها لغته هو مختلفة عن لغة الكنيسة ودي بتفتح قدامي حاجة أن أنا نفسي أوجه رسالة للكنيسة والمجتمعات المسيحية بليز لو سمحتوا طولوا بالكم على العابرين أرجوكم إحنا ما بنعلم أولادنا بنمشي على سطر ونسيب سطر ما ينفعشوا طول النهار قاعد أن تقت في أولادي علشان أقول أنا بربيهم دايما شجعوا العابر أما بيعمل حياة كويسة لأن العابر داخل لغة الكتاب المقدس مختلفة عن اللغة اللي هو متعود أنه هو يقرأ حاجات بيها أو أنه هو القرآن لغة مختلفة خالص عن لغة الكتاب المقدس في بعض المصطلحات في الكتاب المقدس هو مش فهمها خالص لسه ما زال عنده سلوكيات غريبة واخدها من الإسلام إلى المسيحية بتاخد وقت عبال ما هو يتغير فأنا نفسي أن إحنا نبتدي أن إحنا نصلي من أجلهم نطول بالنا عليهم نحبهم محبة زي أولادنا بالزبط بنحبهم حتى لو هم غلطانين بنحبهم وهم بيعملوا الغلط ونقومهم وما يقعوا نقومهم وهي دي المحبة الحقيقية ده الدرس ده مش درس وعظ الوعظ موجود على الإنترنت وموجود في كل حتة لكن الدروس العملية اللي كان بيعملها المسيح نفسه مع التلاميذ كان محد بييجي يقع كان بيروح يطبطب عليه يقول له أنا عارف أنا عارف أنت عدد بإيه أنا عارف هو طبعا فيه خوف من النحيتين فيه خوف من المسيح بسبب الهستر بسبب التاريخ اللي عاشوا في الشرق الأوسط من كبت ومن ظلمة وكمان في كتير دول يستخدم الأمن حتى يتحر على إذا فيه ناس عبروا للمسيح فدائما عندهم المخاوف لا ده مش مش أكيد هو عابر ده يمكن جاي لمصلحة أو جاي لساب أنا بتذكر أنا إلي بالخدمة خدمة الميديا مع عارف اللي بتعرف أنه أول برنامج في العالم حوالي أربعين سنة اللي في خدمة الميديا واليوم اللي أنا بشوفه غير عن البداية بس أنا بتذكر فيه صديق عابر رحنا على الكنيسة الأسيس أجا قال له خنزار دخيلك تعملناش مشاكل يعني دخوله حس كأنه رح يكون في مشكلة في داخل الكنيسة وأكيد أنت سمعت يعني قصص مثل هذه ولا اليوم الوضع اختلف الميديا تغيرت أغلب خدام الميديا هم من العابرين الكنايس مليانة عابرين في كل مكان في الشرق وفي الغرب يعني فالدنيا تغيرت شوي ولكن أنا معاك يعني فيه الإحساس بالغرب هذا مهم جدا أنه نعالجه بالكنيسة بالزاد